السلام و شاركو من شاء الله كامل تكونوا بخير و مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة حبيت نشارك معاكم اسهل وصفة باتي سري ممكن تلقاوها على مواقل التواصل الاجتماعي من اروع ما يكون بزفة بدنينة اطرية مشربة يعني بوحد الكريمة تشوفوا الكريمة شحل سهلة بيدون زبدة و بيدون كريمة سائلة لا كخانف خاش يعني ما فيهاش والبيسكوي يعني وصفة بزف سهلة بزف ناجحة مليون في المائة مستحيل يعني طراطي الوصفة تاع البيسكوي هادا باسهل طريق وهاد الوصفة كامل مكوينتها جيد باسي تشوفوا هنا يلقاطوا شوكولة شحل طريب شحل مشربة جي هاي الحلوت ومعتديلة وبنتو يعني ما نحكي لكم شا عليها خلم اللي تشريوها تعبرها مليون الف خطرة صلوا وسلموا علي الحبيب مصطفى علي افضل صلاة والسلام اول حاجة روحوا جيبوا سنية والي حتخدموا بها قبل ما تبدو كامل الوصفة تاعكم ديروا الهالباب يكويسون لازم تكون فيها اربعين على تلاتين سنتيمتر او بالتقريب شعلوا الفرن يسخن اول حاجة سعلوا الفن خليوا يسخن وروحوا تبدو توجدوا المكوينت تاعكم عندي هنا يا ربع بيضات بحالة الغرفة خيلوا البيض ما يكونش بزاف صغير اه هاد الربع بيضات رايحين ديروا لهم مية قرام بتاع سكر وعندي هنا يا اه تمانين قرام تاع فارينا هي الوصفة نغمال من كل حبابيت قبلها تلاتين قرام بتاع فارينا انا يا عندي تمانين قرام تاع فارينا نقصت منها ربعين قرام زيتهم زيت الزيت هو اللي حيخلي البيسكويت تاعنا بزاف خيف وما كله تروحوا تفصلوا الصافة على البيض يعني حنسهل عليكم اه ديروا البيض وديكم الوصفة من ارواع ما يكون اول حاجة حكمت هاداك البيض دتلو غرق الصاملح لازم يعني لغي سيبيون ناشف الباطر ناشف ما يكونش في حتى اقترت على الماء طلعوا البيض يعني حتى يطلع يعني نص يعني نص يعني نص البوليوم بتاعه وتبدأ وتضيفوا في السكر هاداك على تلت دفوعات بش يطلع لكم بالخف والباطر تاعكم لازم يكون على اقصى سرعة يعني الوصفة هادي ديروها غرب الباطر اللي تحب دير بالبيض خان الدير عادي يعني يكون خير وخير بس كوالا بويسانس تاع البيض خير من تاع الباطر اللي عادي هادا شي اكيد نقعد نضرب هاداك البيض مدة تلت قايق حتى يطلع ملاح في هاد المرحالة نبدأ نضيف كيما نديرو في البسكوية هاداك الزيت تدريجيا هكا غير بالعقل بش ما يحبط ليش البيت تاعي وما نخرش لهوالي يكون تدخلتو ديجا ديروها على دفوعات آآ غير بالعقل يعني الزيت حياطي لوحدة الطراوة للبسكوية هادا آآ وما يعني ما يتكسر ما يتشقق ما والو ويجيب السفخ خفيف يعني يجربوا الوصفة بهات التاريقة ولي الخبر هنا ينحبس والفارينا لازم ندخلها بلا سباتول هاداك الافاني مدرتش الخميرة هادا الوصفة ما فيهاش الخميرة اللي تحب تدير الخميرة دير قرصة صغيرة ما تزيتش يعني ما الاحسن ما تديروش وشوفو كيفاش تبدو تدخلو في الفارينا غير بالعقل هكذا غير بالعقل سباتول تاع سيليكون ولا سباتول يكون احسن احنا بكري كنا نخدمو بلا سباتول تاع الحطب هادو كتاع اللي ما عندهاش هاد الاسباتول في الدار هكذا ديروها في صفايا صغيرة وقعدو اضيفو فيها على تلت ولا ربع دفوعات غير بالشوية ولازم يعني القهوة متاع البيسكوي يكون رغاوي شغول رغوة ويطيب على ميو سبعين داراجة في الوسط يعني الفرن تاعي اول حاجة قبل ما نوجد كامل مكونات شعرت الفور تاعي وخليته يسخن بسكوي البيسكوي هادا ما يسنناش مباشرة تفرغو في السنواء ويطيب تيغ اكتومو انا محبيتش نزرب لكم الفيديو باش تشوفو كيفاش راني اندخل في الفارينا وشوفو كيفاش راني نقلب فيها هنا يا دو كنزرب الفيديو هنا الفيديو هنحو نزربو مي انا راني نخلط غير بالعقل هاكاكو جاني شوية طويل الفيديو لازم نشرح لكم من ملاح يعني كاين اه ما راحلو خطوات ما نقدرش نتجاوزهم باش تفهموا بلاح وما ديروش يعني الاخطاء الشائعة والا ونجي نفرغو هنا يا في السنواء بهذا الشكل نحبط بالعقل ما ما نحبط فيه يعني نحبط فيه غير بالعقل حنا جيني غالما هاد السنواء هادين ديرو فيها خمس بيضات اه مي بربعة بيضات بربعة عفوا بربعة بيضات رايح اديكم يعني هايلة ما يجيش عالي عالي وما يجيش يعني حابط دو كتشوفوا كيفاش يجي نسيي هكا نساويه غير بالعقل ما تضغطوش عليه يعني ليسيوها غير من الفوق بشوية ودخلتو للفرن كيما راكو تشوفو وخليتو في الوسطى يا طيب على 170 درجة وشنو كيتسخنو الفرن انتو ما سخنو على اعلى درجة من بعد نقصولو بش يسخن بالخف والانا ريقليتو على 170 وبالخف يا طيب غير تشوفو الجوانب بداوي يصفارو عارفو بليو طيب ملتحت ما تخليوه شي طب مدة طويلة يجيكم يابس تشعلو له ملفق بالخف يا حمار شوفو كيفاش جا منبل من بعد اه كده حيني تنحو هادوك اللبولات خليوها يصفار شوية حكا من فوق وخرجوه غطيوه خليوه يبرد شوية يبرد ماشي يبرد شوية ونحيوه شوفو يجيكم مروعة ديرو به قاتو داني فاخسغ يعني هاد الوصفة ديرو بيها قاتو داني فاخسغ ديرو زوجو ورقها كايتا بيسكوي ولا ثلاثة ديرو قوجة باتيسري يعني تاكلو وتوكلو شوفو كيفاش يجينا كامل هنا كامل فليزاني فاخسغ نروح وننكمون ديو هادو كلي كايك ديزاين الغاليين وشابين وكذا بصح في الماكلات طيبونا نحبو ناكلو كامل هاد هاد الباتيسري هادي للكريمة وش نحتاج عندي كاسة شانتيه غبرت الشانتيه درت لها نصف كاس حليب بارد انا فرقت الحليب والاول من بعد بودرت الشانتيه باش ما تلسقليش في الغيسي بيوم التحت نطلح حمله حتي الضعف لحجم التاحة ودوكم نقول لكم في هاد الوصفة كامل شحن الحتيات الشانتيه طلعوها قعدو تضربو فيها شوفو تايد ضعف لحجم التاحة ونزيد لها زجع ولا بياغ داوق فاراولا اي واحد ديرو يعني اي نوع ديرو ما يهمش يكون ملون ما يكونش ملون انا هادو الصبت رايحة يعطيها واحد الخفة واحد البنا اللي لاك خام شانتيه ما تجيش تقهم يعني كديروها وحد هانا صراحة ما تجيش ما تجينش بنينا صح في فلقاتو تحايتو بصح لها شانتيه ما تندقو احنا هكا كنا نديرو بكري ولا ديرو معاها الجبن الماسكاربون ولا ديرو كما قلت لكم ديرو معاها الياورت قسمت الورقة تاعي تاع البيسكوية على ثلاثة كما راكوا تشوفو هانا نشرب هنا يا بالحليب بشي بالسيرو بش ملجيش بزاف حلوة وما تضحكوش عليا ملقيتش باش نشرب يعني حاجة هكا تساعدني في الخدمة لقيت اللي بيبغون هادا تاع امير ما وشي تريزي فيه ولاتيتين تاعو يعني الطحة ولات فيها لتوقوب كبيرة يعني ساعدتني بزاف في الخدمة والعرض تاع الشعريت هنا يا اراهو او 21 سنتيمة بس كل ورقة فتاعي فيها 33 سنتيمة ونجيب هاداك الكريمة مباشرة نخدم بيها ونديرت تبقى هكذا كي ما راكوا تشوفو نلسيها بلا سباتيل وشنو يعني الورقة اللولة تاع البيسكوية ما تشربوهاش بزاف يعني غير خفيف خفيف والمبتدئة ننصحكم ما تشربوهاش كامل بش كي تجو ترفضوا لقات وتاعكم ما يتكسرش معاكم رانا في موسم الفريزة وما اكترها وما ارخصها درت كمية هكا تعفارا ولا قطعتها رقيقة بلا ما طيبتها بلا ما والو بس كي لقاتوا هادا ما وش حيق هذا حيطير من البنة تاعو اه ونزيد الورقة التانية نزيد ننشربها بنفس الطريقة حليب لازم يكون بارد وليت حبت دير سيرو تدير انا مانيش حبتها جيني حلوهو بالحليب يحجيب السف بنينة ما ديروش الحليب خضر إلا درتوا تعالي بوات إلا درتوا تعالي شكاير ما ديروش حليب خضر بش ما يفسد لكم شلقاتوا بتاعكم من الأحسن يكون يعني فايض غالي مغلي وبارد بارد مليح نزيد تبقى تانية تعال الفارولة تعال الفوراج ولا تحبو تديرو اي فاكيان توما تحبوها تحبو تزيدو معاها البانان يعني ديرو وش حبيتونا درتوا لكم بدوق الفارولة ما حبيتش نخرج من العتام ونغلفها بالطبقة الاخيرة بهاديك الكريمة وشوفو كيفاشراني نخدم بلا سباتيول باش تجيني متساوية هنا يا لازم ديروها تبرد مليح في الفرجية لانا درتها تشوفوا ما ممكن ديروها تبرد بالخفف تبرد درتها في الكنجيلاتيو نصها عبالك وتجمدوها تبرد برك تبرد مليح وكي تحطوا صبعكم فوق هاديك الكريمة اللي من الفوق ما تلسقلكم شوي صبعكم باش تجيكم الخدمة بها سهلا نديرها تبرد وبنفس الطريقة خدمت لبيسكويت شوكولا وشنونا خدمته هو الول برك تنقصوا مغرف مل فارينا شوفو شحل تريد تنقصوا مغرف مل فارينا وديروها كاكاو كاكاو بني بيدون سكر دو كنكتب لكم الوصفة في صندق الوصف تعلبيسكويرولي الشوكولا بالنسبة لي حبوه شوكولا وبنفس الطريقة هنا يا قعدت لي الكريمة تعل فارولا وزت عليها نصف كاس شانتيه واربع كاس حليب ووحدة وحدة دانة شوكولا ما حبيتش نتجاوز لكم هاد الخطوات وما قدرتش نوري لكم كلش يجيني الفيديو طويل في الاخر ما تحصلش على لون يعني بني غامق زيت لها مغرف كبيرة تحكاكاو منها نقص لها الحلاوة ومنها تزيد لي بنا هيلة في الاشانتيه تاعي لازم تديروا معاها الياوخت هاد الاشانتيه باش ما تجيكمش يعني تقهم وقرنيتها بنفس الطريقة يعني نشرب الحليب ودات الكريمة هاد الشوكولا مدت لهاش الفوراج هدي احنا قسم هاد تخونش وتعلها في خيز خليتها هكا كومان قاتو قدمت ولده يوفي انا كانوا جوني دياف تعشوا عندي وتحب ان نديرها كتحلية يعني خدمتها انا يا فدار وقلت نشاركها معاكم انا خدمتهم النهار ما قبل وغضوها من ذاك كي جاو ديافي قدمت لهم يعني القاتو هدايا كتحلية يعني بزاف عجبوهم شوهيلين قالوا الاخر مني نشروهم بره يعني باتمنى خيالية هنا يا هادكتا الشوكولا حكمت مغرف كبيرة شوكولا طالية طالية درت لها قيس مغرف كبيرة مشي معملة بزاف زيت تح نخففها دي نقول لكم وعلاش باش نقدر ليسيها ملفق و لو كان رايحة نسخنها وندوباح تولي لي خفيفة بسح تولي صخونة ورايحة دوبلي هديك الكريمة ويعني تتخلط لكم الشوكولا معها هديك الكريم يعني يجي كاتستخف من الفق كي ما يديرو في الماحلات يعني يديرو هاد الطريقة زيدو لها برك شوية زيت ودخلو مليحة ديك الزيت مع الشوكولا خلطوها غير يعني شتونة غير بلا سباتشول وليسيوها من الفق وليتقعدة حن دي كوري بيها شوفوا جيكم سهلا في الخدمة لشتونة ما استعملتش كامل يعني كما يقولوا الماتريال والا كالا باتيس خيام الموس المنشارة على الخبز ان يقطع به لازم من القطوة بتاعكم يكون بارد مليح باش جيلا في نيسان شابت على تقطاع ما يجيكمش معوج وكي تقطعوا يعني اللي تخونج تاوعكم ما يجيكمش يعني هكاية بومبي يجيوا القبالة يجيوا ليس من الفق نحلها الجوانب هنا هنا يجبت الموس المخصص على باتيس خينا عندي ما حبيت نوريكم بلي تقدروا تخدموه باللموس على الخبز كوتوسي وسمو جاي فيه يعني جاي فيه دي سي هكدايا الموس هذا هو اللي يقطعو به الميلفاي وشوفوك شاني ننقطع ونمسح في البابي هذك البابي لازم يكون من الده ودرت لها خطوط بها ديك الشوكولات ليقعد في التزيين بزيين بزيك باسي شوفو كي تكون كاين اللي لا خاز في الموسم تاحها ما تحيروش كامل في التزيين هي الشوكولات هذي نورمال مون ديكوري من بعد نقطع انا نسيت ومن بعد مسحتها في الجواني بولات متبانش شوفو كيفاش جي الحبامة تساوية شوفو الكريمة كيفاش جي يعني جي وقفة الحبات عكم انا درتهم يعني في اسيات ديغة كتومو مدرت لهم شمل تحت والو نيلي كيسات نيه هذو كليك اختوني والو من بعد قدمتهم لهم عندي ديساسيات سبيسيال هكا تعلقاتو قدمتهم مباشرة يعني هذي اسهل طريقة باش تخدموا بيها الاباتيسخي في الدار وقلت لكم تقدروا تديروهم ككيكات عيد ميلاد دوبلي وفاقة المقادر انا دات لكم مقادر تاعة وحدة وانتوما على حسب تاعة ورقة تاعة ورقة بيسكوبي وحدة وانتوما ضعفوا المقادر يلا حبيتو تديرو خبزتكم كبيرة تفرحوا بيها وليداتكم نحيط لها الجوانب شوفوا لقعتوك يكون مشرب بمليح مشرب ويكون بارد شوفوا كيف الشت قطعتها عوجي سهل ويجي متساوي وشوفوا ترفدوها بكل سوال على بيها قلت لكم الورقة هذيك التحتانية ما تشربوهاش بزاف ولا ما تشربوهاش كامل بس قدما تقعد في الفريجي دار تبرد قدما هذوك السوائل شانتي دي جا دي جاهي فيها السوائل رايحة تتلقى الرطوبة تحتها على هذيك البيسكوبي وتتشرب وحدها انا هادية الى يعني احبيت نشاركها معاكم كاكيكا وانتوما يعني احرار الى حبيتو تديروها كاكيكا من الاحسن تغلفوها هكذا الجوانب تقدروا تخليوها يعني هكاك عادي ما تغطيوها يعني الليكوتي تاوحا يعني بطريقة بزاف سهلة ويجوغ بهديك الكريمال يعني نخدم تحدي وهذا المشانبي التفوري والديكوري يعني هتقط لديكم شوية زيين زيينتها دلتلي هالى دي روزة هكا ديبتي روزة صغال من الفوق alling ودرتلهها explaining الأطونبي عاديичеية هادية الي فيها السنان وعلى اول وسط دي عمرته كامل بالفريزة قطعت الحبة على اربعة بشدي شابه بسكول قطعت وراه يعني مشي بسف كبير وبهات تشوفوا الفريزة كي تديروها هكا تجي بسف شابه خل ما تديروها على دهرها ورايحين تتحصلوا على اروع كي كتفها رولة ممكن تتربوها في الدار شاركوها مع ولادكم ولا دخلوا معكم ولادكم للكوزينة هكذا يعاونوكم في التزيين في الخدمة تعليقات وهدو ما تعطونهم طاقة ايجابية شتولدنا بززف يحبو يعني يحبو انا وحدا ولادي سختو سختو الطفلة كي نكون زعما ندير هكا فقاتو ولد جي ما ما طانين دير ما ما طانين عاونك ما ما طانين ديكوري معاك ماما يعني حاجة مريحة وراكو رايحين تعطيوهم طاقة ايجابية شتوني كيف اشرفت هاني وريت لكم يعني ادق التفاصيل هنا يا حندي لها شوية برك هكا نعباج بالبنسو شوية برك باش هذيك الفريزات تولي تبري تحبو ما ديروش ما ديروش قاعد دي شوية بيستاش في يعني ديروش في باطا في الكونجيلاتور قاعد لي من الفيديو تعالي تخيف بيستاش قاعد لي شوية توجه نخليهم هنا في بلالة عزداج ونديروهم في المجمد يبقى وعام كي ما كي ما لهم كي نحب نديكوري ولا قلت ان كاسي شوية هذيك البيوضية بس كنا ما كنتش يعني ما عنديش هذو كلي كاختون لي جو ملتاحت ولا درتها بخدمتهم يعني بالوسائل اللي اللي متوفرين عندي في الدار راهو البيض في البيض بلونديت خباي بيض لسيات بيضة لقاطو بيض قلت نكاسي له شوية برك البيض هذي كدوك نقسم لكم هنا يا باش تشوفو نقسم مورسو هنا قسمت مورسو وخليت الباقي للضيوف فهمتو كنت لازم نقسم لكم باش تشوفو كيفاش يجي عامل من الداخل دونك عنا حن نكمل نخدم بعدك المورسو اللي قسمتو والباقي ما نشحنتو شي بس كم بعد قسمتو دي تخونش كي ما را كنتشوفو وقدمتو شوفو كيفاش يجي من الداخل او مهمتو ولا دي دي ما قدروش يصبرو لهم يسنو مورا يقلو لما ما ما اعطينا اناكلو هكو تعرفوا الدراري وليقاتو مام هادو متع الشوكولة قدمتو هكدا وزيت لهم لفخاز من فقط لكم كي تكون كاين لفخاز ما تحيروش كامل في الدكو هادو ما انيح نقسمهما معاكم ومامتو نعطي للدراري منهم والباقي خبيتو كيمالا شوفو مامتع الشوكولة بسفنان اه وعجبوهم قالوا لي مشي حلوين يعني فيهم شاديك الحلاوة ليتقهم وقعدو كاي سقسوني على الكخام هادك وش نوش فيها شغل بانت لهم باللي خفيفة وبني نفس حما شي شانتية وحدها قالوا لي وش درتيلها انا جيني غالما هاد الكخام كي نديرها مرفع نديرها 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 جوب من الماس كخبون تاني تجي من اروع ما يكن تقدرو ما مديرو الهاللي فخو ماشتع البيدون تخلطوهم على شانتية ليم يحبوش الياوخت تاني تجي هايلا مي بالياوخت جات تروعة انا نقربت لكم بس تشوفوا عن قرب ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم على بدي كامل تحبوا هاد النوع من التحريات وان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم وماذا بيا تخلي وريغايكم في كومنتاق وما تبخلوش عليا بجام وباختاج للفيديو هكا باش تشجعوا قناتي باش تزيد اتبان ونزيد نقدم لكم الافضل ان شاء الله واني مشي مشتركة تشترك وتفعل جرس تنبيهات هكا يلحقوكم دايما لفيديو جديد تاعي وانا يا الصراحة يعني كنت بلا بخيس يا وكتعرفوا كيكونوا جايكم ديها فيتو بس صح قوت نشارك معاكم هاد الفيديو بس كان دي زاف مادرت لكم شباتي سخي ولا قاتو هكدا يا قوت نشارك معاكم الوصفة اكيد لكم رايحين تحتاجوها مجاي الصيف وجايين ليزاني ذاخساء وجايين العرضات والقعدات اه والضيوف دونك اكيد لكم رايحين تحتاجوها ووصفة اه يعني اللي ممكن تجربوها في اي وقت من في الويكاند هكدا يتفرحوا بها العيلة تاعكم وهاولي كلو قاتو هالف خاز بعد ما قسمتو شوفوش حال الطريل داخل سختو كيبات في الفريجيدار يعني هي يزد يطرى ويولي مشرب ملح يشرب كامل هادو كالسوائل لي في الكريمة عبيت نتقاسم معاكم هاد ادق التفاصيل وهذه هي الوصفة عنها للنهار اليوم ونقلكم تبقاوا الله خير ونتلاقوا في وصفة جديدة ان شاء الله سلام